تبقى أزمة أوكرانيا مدار سجال وأخذ ورد وتهديدات بين موسكو وواشنطن وفي هذا الإطار سجل تأكيدنا أمريكي جديد بالالتزام بأمن كيف ولفت بيان للبيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني ولودمير زيلنسكي هاتفيا بأن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا إلا أنه أكد في الوقت عينه أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية الموقف الأمريكي يأتي قبل نحو أسبوع من محادثات روسية أمريكية رفعة المستوى في جناف إلى أين تتجه الأمور بين موسكو وواشنطن؟ وهل تبقي الأزمة الأوكرانية العلاقات بينهما مشتعلة؟ طيفنا من موسكو الأكاديمي والديبلوماسي السابق فيتشيزلاف ماتوزوف سيد فيتشيزلاف أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يرافق التوتر المستمر على الحدود الأوكرانية الروسية الكثير من التحركات الدبلوماسية الباحث عن حل من جهة والتصريحات المهددة أيضا بالتصعيد من جهة أخرى إلى أين تتجه هذه الأزمة سيد فيتشيزلاف؟ ما الذي تريده موسكو منها في هذه المرحلة؟ أنا أقول ليست موسكو تريد شيئا أما ولايات المتحدة الأمريكية تطلب من روسيا شيئا ما ولذلك تهديدات كلها ليست من موسكو موسكو أخذت موقعه واضح تماما وأنا أتصور أن بيت الأبيض في واشنغتون تفهم جيدا أن الروسيا ليست لدي نوايا عضاعية بنسبة لأوكرانيا ولا تحضر أي هجوم أي استعمال القوة لحل مشكلة دنباز بسلاح بالأكس هناك في عشرة 12 و13 شهر كانون الثاني يعني بعد عدة أيام هناك سلسلة لقاءات السياسية ديبلوماسية بين روسيا وأمريكا بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي وبين روسيا ومؤتمر أمن الأوروبي يعني هذا أنه قبيلة كل المفاوضات هناك زيادة التواطر وتسريحات تسريحات مشددة بلا أي شك ولكن ليست هناك أي دلائل أن أطراف معنية مستعدة لبدأ أي عمليات حربية مع العلم أنه كثيرة هي المصادر سيد بيتشيزلاف اللي أكدت على أنه الكراملين أعدى لهذه الخطة لغزب أوكرانيا أيضا كثيرة هي المصادر التي تتحدث عن نشر روسيا عشرات الألاف من جنودها على الحدود الأوكرانية الروسية يعني لا يمكن الابتعاد لربما عن هذه المصادر التي تتحدث عن كل ذلك طوال الفترة الماضية ويتخلى لكل ذلك كما ذكرت لنا الكثير من المواقف والتهديدات طيب كل هذه الجنود الروس موجودين على أرض الروسية كيف تطلبوا من روسيا أن تتركزوا تلك الجهود في مناطق شرقية في سيبيريا ليست هناك ضرورة أما على حدوط الغربية هناك مناورات أمريكية حلف شمال الأطلس باستمرار تعمل مناورات في الدول البلطيكية في أوكرانيا في بحر الأسود ببواخر حربية وبطائرات حربية لذلك هذا ليستنفار ليستعداد الروسيا لكل الاحتمالات وخصوصا إذا ما نحن نسمع تحرقات زيلنسكي قيادة أوكرانية الذين يتكلمون عنهم يحرروا قرم أنهم يضربوا دونباس ويحقلوا المشكلة دونباس على طريقة القوة لأنهم رفضوا اتفاقية مينسك متلقا رسميا زيلنسكي رفض اعتراف النتائج مؤتمر مينسك اتفاقية مينسك وبغض النظر أن هذه اتفاقية بين حكومة أوكرانية والمناطق متمردة ويتحهمون روسيا على تحضير الهجومات هو الرئيس بايدن قالها صراحة لنظير زيلنسكي نعم هو قال أنه سترد واشنطن بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا كيف نظرت موسكو إلى هذه الرسالة الواضحة من الرئيس الأمريكي صحيح تقرأ بكل انتباع كل الكلمة على أرسل بايدن إلى زيلنسكي لا هناك أي وعود أن أمريكا تتدخل عسكريا أولا فقط أن أمريكا تتخص تدابير السارمة ضد روسيا الذي لا يعرف عالم شراسة من هذا التدابير هذا أولا شيء ثاني هو أنا أقرأ هذا كان تحذير لزيلنسكي ليس لروسيا لأن زيلنسكي الذي هو يتحدث عن ضرورة الضرب العسكري وتحرير دنباس وتحرير قرم وهذه الرسالة من بايدن إلى زيلنسكي يعني تهدئ يا شاب تهدئ حضرتك تراها سيد فيتشزلاف تهدئة لكن البعض رأاها دعم وأيضا يعني كان الملفت أنها أتت بعد لربما أيام قليلة من الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي والروسي بكرة سيكون اجتماع آخر صحية يوم عشر المقابلة بين بوتين وبايدن مرة ثالثة وكذلك اجتماع مع حلف الشمال الأتلس لذلك الحوار تستمر وروسيا عرضت وجهة نظرها ووقعت اليوم مبارح واليوم أعلنوا عنه اتفاقية عدم اللجوء إلى قنابل نووية لكي يمنع حرب نووية بين خمسة دول الدائمة في مجلس الأمن للأم المتحدة فرنسا فرنسا بريتانيا أمريكا سن وروسيا التازموا وعالنوا رسميا أن لا أي طرف تلجأ إلى استعمال القنابل النووية لذلك تحركات الجبية موجودة وعلى طريقة هذه التحركات لكن تحركات السلبية أيضا موجودة سيد فيتشيزلال في ظل هذا التوافق الحاصل بين واشنطن وموسكو بضرورة حل الأزمة دبلوماسيا فيه تحركات عم بتصير على الأرض في الميدان تشير إلى عكس ذلك يعني اليوم الاشتباكات الحاصلة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا إلى ما يمكن أن يؤدي وبالتالي إلى ما يمكن أن تؤدي وبالتالي هل يمكن اليوم لاتفاق وقف إطلاق النار أن ينتهي ب خلينا نقول انتقال هذه المعارك من الدخل الأوكراني إلى الحدود شوفي كل اشتباكات مصلحة اليوم عبل عشرة شهر الجاري عبل اللقاء ببايدن مع بوتين المبادرة القتال هي لقوات أوكراينية ليست مسلحين في دنباس هم يضربون مناطق والقرى والمدارس في لغانسك وفي دنيتسك ليست دنيتسك ولغانس يضربوا مواقع جيش الأوكراني بالأكس لذلك هذا خطوات مستفزة خطوات مثل دغوطات على روسيا أن يتناجل أمام أمام هذه الدغوطات أوكراينية أمريكية أو مشتركة أوكراينية أمريكية وأوروبية كذلك لكي يتركوا دعما لدنباس وهذا مش وارد احكمال غير وارد في رسالة أرسالها بوتين إلى بايدن واضح تماما أن هذا خطو الأحمر بلا لجوء إلى قناعة بالنووية وبلا لجوء إلى حال بقوات مصلحة لمشكلة دنباس هذا مستحيل ولذلك أي كلام حول هذا الموضوع من قبل زيلانسكي قرار فيليات بايدن ولذلك حوار يجري ليست مع زيلانسكي حوار بوتين مع بايدن بايدن يفتح الحرب أو يسكر سنكون منتظار إلى ما ستفدي المفاوضات يا سيد فيتشيزلاف بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا بعد أيام في جنف شكرا جزيلا لك على هذه القراءة وعلى المشاركة معنا الأكاديمي والديبلوماسي السابق فيتشيزلاف ماتزوف من موسكو ترجمة نانسي قنقر